صباح الخير واليوم 17 مايو 2022 وتوقعتنا الفلكي لهذا نهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل رح تتجاوز اي شي ممكن يضيقك في العمل او يكون سبب بالتأخير خطواتك الانجازية الخاصة فيك تحديدا بالاضافة لاجراء مالي سريع بانتظارك عاطفيا عم تسعى لارضاء الشريك وانقاذ ما يمكن انقاذه بعلاقتك معه بالاضافة الى ان الاجواء تبدو مناسبة للبدايات الجدية وخصوصا عند الراغبين بالارتباط مولود برج التور عم تسعى لاصلاح كل امورك الحياتية بكافة الطرق وبذات الوقت عم بتفكر بتغيير شخصيتك المهنية والبدء بنشاطات واعمال بتتناسب مع حاجتك فعليا الاستقرار المالي عاطفيا اهتمامك بالتفاصيل الصغيري اصبحت عم بتعقد الامور اكتر بينك وبين الشريك ومن الوحتمل هيد الاجواء تكون سبب بتوسيع خلافك القائم معه حاليا مولود برج التور عم تسعى لاصلاح كل امورك الحياتية بكافة الطرق وبذات الوقت عم بتفكر بتغيير شخصيتك المهنية والبدء بنشاطات واعمال بتتناسب مع حاجتك فعليا الاستقرار المالي عاطفيا اهتمامك بالتفاصيل الصغيري اصبحت عم بتعقد الامور اكتر بينك وبين الشريك ومن المحتمل هيد الاجواء تكون سبب بتوسيع خلافك القائم معه حاليا مولود برج الجوزاء رح تتجاوز الاوقات الصعبية اللي عم بتعيشها حاليا على الصعيد المهني وتبدو راضي بالحلول السهلة مهما كانت طالما النتيجة رح تصب لصالحك فعليا عاطفيا تبدو حازم بمواقفك العاطفية مع الشريك وحريص بشكل علني على التخفيف من غضب واتجاه بعض المواضيع الحساسة المرتبطة بمستقبل الطرفان مولود برج السرطان ظروفك المهنية رح تخليك تفكر بالاعمال المشتركة كخطوة اضافية عم تفكر تتوسع من خلالها باتجاه مكاسب سريعة وبدون تضييع للوقات عاطفيا فرصة عاطفية جديدة رح تعطيك مكانة افضل فيما لو فتحت للمجال لقراءة نتيجها الفعلية على أرض الواقع والأجواء الفلكية تبدو مرحبة بالنتيج وخصوصا عند الرغمين بالارتباط مولود الأسد لا تبدو ردود الفعل يلي تلقيتها من محيط عملك كانت منصفة بحقك أو حسستك بأنك كنت على حق بيردك على البعض من الزملاء عاطفيا أصبحت متقبل فكرة التبادل بوجهات النظر ما بينك وبين الشريك ورح تتعامل معه بناء على هيد الأجواء مولود برج العزراء تبدو إمكانية التعاون بمجالات مهنية جديدة مفتوحة قدامك وخصوصا بالأعمال المرتبطة بمصدر خارجي بالإضافة لقرار بالسفر ممكن تنشغل بإجراءاته عاطفيا موقفك ومشاعرك العاطفية تجاه الشريك أصبحت مبررة فعليا طالما الهدف منها هو وضع حد فوري لكل المخاطر النفسية يلي عم تعكس بسلبياتها على الطرفين مولود برج الميزين عم تكره هيدا الشعور يلي عم بيحسسك بالضغط المالي وعدم الاستقرار ومن المحتمل هيدا الأجواء تجبرك على التفكير بنشاط عمل سريع بشارط أنه يضمن لك مردود يومي ولو محدود عاطفيا نظرتك لمستقبل علاقتك مع الشريك تبدو مختلف تماما عن نظرته تجاهك وكأنك حاسس بهيدا الشيء وعم تتحدى نفسك بتغيير موقفه تماما بالأمر مولود العقرب مرح تتمكن من مسيرة الأمر مهما حاولت تجتهد على تطويق خلافاتك الأساسية مع البعض من الزملاء يلي عم بيحاولوا استغلالك من جهة وتجاهل دورك الفعل من جهة تانية عاطفيا عم بتعيش مشاعر عاطفية متنقدة مع الشريك مهما حاولت تدعمها ببعض النظريات يلي رافضها هو أساسا ولا حتى متقبل أنه يعترف فيها إطلاقا مولود القوس عم بتفكر الدخول بتجارب جديدة أو بنشاطات مهنية سريعة وتبدو هيدا المرة حاسبها صح ونصحتنا لك تكون كتوم جدا على أسرارك التفصيلية المرتبطة بإنجازاتك الأدمة عاطفيا بداخلك طائط حب كتير كبيرة ولكن الخيب العاطفي القائم ما بينك وبين الشريك عم تمنعك من الاستمتاع فيها بالشكل اللازم مولود ده برج الجدي رح تلطقت الفرصة المناسبية اللي رح تخليك تسيطر على الأمور الصعب الوقفي بطريق استقرارك النفسي في العمل وكأنك متخوف من أمور معينة وعم تترقب الأحداث المرتبطة فيها فعليا عاطفيا مرحلة من الجمود العاطفي عم بتعيشه مع الشريك بالرغم من أنك غير مستقصد هيدا الأمر إطلاقا مولود ده برج قد نو عم تكره تكرار نفس الأعمال على الصعيد المهني ولا تبدو محاولاتك للتغيير ممكن تفتح لك المجال للانتقال باتجاه ظروف أفضل وخصوصا بالوقت الحالي عاطفيا الظروف تبدو مناسبة للتوافق على بعض المواضيع الحياتية يلي بتجمعك مع الشريك ومع ذلك تبدو مصر على التأجيل لبينما تكتمل الإجراءات المرتبطة بالأمر آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت رح تعاني من اختلاف واضح بطريقة التعامل مع المسئوليات الطارئة يلي عم بتفاجأك بلحظة ومع ذلك رح تعرف كيف تتجاوزها بأقل كلفة ممكنة عاطفيا عم بتعيش جومة نائد مع الشريك ليخلو من عنصر التهوين بالأمور الخلافية مع الشريك من جهة وتعايد الخطوات التنفيذية المرتبطة بكيفية معالجة الأمر من جهة تانية هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكونوا حبيتوها بتمنى لكم باقي تنهار يكون كتير حلو تضلكم بألف خير وبي باي